السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. هعمل معيكم النهاردة فيديو جديد. وهعمل فيه اعادة تدوير للازازة دي. اول حاجة جبت ازازة ديتول وغسلتها كويس جدا. ما شلتش اللزق اللي عليها عشان انا بعد كده هغلفها كلها بالخيش. وبقص الجزء اللي فوق كده بالشكل ده. والزيادات اللي فوق دي كلها بسويها كده بالمقص. بعد كده جبت خيش. الخيش ده انا باشتريه من محلات اللي هي بتبيع مستلزمات التنجيد زي الفايبر والاسفنج والحاجات دي. حطيت شوية شمع صغيرين على الازازة. وسبتها كويس قوي كده على الخيش. وبغلفها كده بالشكل ده. انا عايز اغلفها من قدام ومن تحت ومن الجنبين. الحتة اللي ورا دي مش مشكلة. بخليها كده زي ما هي. والزيادة اللي فوق دي كلها بدخلها على جوه. وجبت استرسة والاسترسة ده بيتجاب من محلات الخيوط والكلف. بشتري المتر بعشرة جنيه. قصيت كده حتة ولزقتها كده من فوق على الازازة. ودي بلزقها كده من تحت بالشكل ده. وحطيت صفين من اللولي كده بالشكل ده. بعد كده جبت قطعة كرتون. العرض كده خمسة وعشرين. والطول تلاتين. خمسة وعشرين في تلاتين. وقصيت كده خيش على قدها. وبسبته كده بالشمع. هسبت كده جزء جزء الاول. ده كده الجزء اللي تحت. وبعد كده بحط شمع. وبشد الخيش كده على الكارتون. ولو الكارتون عندك ضعيف ممكن تحط طبقتين على بعض. بسبتهم كده بالشكل ده. والزيادات اللي فوق دي كلها بعد كده بسويها بالمقص. عايزة الخيش يبقى على قد قطعة الكارتون بالضبط. وعلى وش قطعة الكارتونة حطيت الخيش ده كده الظهر. قبل ان محطة عليها برضو خيش. جبت حتة صغيرة من خيط الخيش. وهسبتها من فوق كده بالشمع. عشان دي كده هعملها العليقة. بسبتها كده بالشكل ده. وهبتدي ان انا اغلي في الظهر ده كله بالخيش. بالطريقة دي كده. بحط شمع وهسبت جزء جزء. واهم حاجة بشيد للخيش بايدي عشان يطلع معي مفروض. وما كان العليقة بافتح حتة صغيرة كده بالمقص. وبطلع منها العليقة اللي انا عملتها بخيط الخيش. وبعد كده هقفلها تاني بالشمع. وهكمل كده بقيت الخيش بالطريقة دي. بحط شمع وبسبته كويس. والزيادات دي كلها بسبتها كده فوق الخيش. من عليه كده من فوق. بعد ما غلفت قطعة الكارتون كده كلها بالخيش. الوش والضهر. ده ما كان العليقة. بعد كده قصيت قطعة الكارتون طويلة. بنفس الطول كده اللي هو تلاتين سنتي. وقصيت برضو حيطة خيش على قدها. وهغلفها كده كلها بالخيش. بعد ما غلفتها كده بالخيش قصيت حتة من الاستراس. هغلفها كده كلها بالاستراس. بحط شمع وبسبت كطعة الكارتون دي عليها. كده بعد ما غلفتها بالاستراس. انا عملت واحدة من هنا اللي هي الطول. من هنا. وده العرض. ومن ناحية التانية. وده الطول. بس قبل ما ثبتهم بالشمع. هسبت الازازة دي. بحط على دهرها كده شوية شمع. وبسبتها كده كويس جدا. بضغط عليها بس عشان اتأكد ان هي مسكت كويس اوي في الخيش. وبعد كده هبتدي ان انا اسبت دول. على الخيش هسبت لولي. اللي ده اللي هو بيتجاب من محلات الخيوط والكلف. هسبته كده على الخيش بطريقة عشوائية. هحط عليه بس كده كم واحدة. وهحط في الازازة ورد. وبعد كده هعلق لكم التابلو ده وهوريكو هيبقى شكله ايه. وده كده الشكل النهائي للتابلو بعد ما علقته على الحيطة. الازازة حطيت فيها الورد ده. ده ورد معمول من الفوم عملت برضو معيكو قبل كده. هسيب لكم لينك دلوقتي هيزهر على شاشة بالطريقة للي حابب بيتفرج عليها. وما تنسوش تقولي لي ايه بقى رأيكم في التعليقات. الفكرة دي فكرة بسيطة جدا وفكرة سهلة فكرة مش مكلفة. اتمنى بجد ان الفيديو تاعة النهاردة يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة